اختتمت تفاعليات الملتقة التسويقي الثالث للتمور المصرية الذي استدفته محافظة الوادي الجديد يتزامن الملتقة مع موسم جني التمور في محافظة الوادي الجديد التي تضم نحو أربعة مليون نخلة مثمرة ومنتجة للتمور السيوي بمشاركة نحو 95 عارضا من الشركات والمصانع ورواد الأعمال من محافظات الجمهورية وعدد من الدول العربية اختتمت فعليات الملتقة التسويقي الثالث للتمور المصرية الذي استضافته محافظة الوادي الجديد الملتقة التسويقي للتمور المصرية هو ثالث من نوعه الذي تستضيفه محافظة الوادي الجديد ويتزامن مع موسم جني البلح بمحافظة الوادي الجديد التي تضم نحو أربعة ملايين نخلة مثمرة منتجة للبلح السيوي النصف جاف والمعروف بمسمى البلح الصعيدي علاوة على وجود أصناف أخرى تصل إلى 13 نوعا من الأنواع الراطبة والنصف جافة والجفة محافظة الوادي الجديد تشتهر بزراعة النخيل ويعد محصول البلح مصدر الدخل الرئيسي للمواطنين قرى ومراكز محافظة فالمناخ الجاف ودرجة الحرارة المرتفعة جعلت المحافظة من أكبر قلاع التمور المصرية والعالمية كما يعد البلح الصعيدي من أشهر أنواع التمور التي يتم زراعتها بالمحافظة وهو من أفضل التمور التي نجحت زراعتها وتسويقها بالواحات ويمثل 90% من إجمالية النخيل ومصدر الدخل الأساسي لألاف المزارعين كما أنه يصدر لعدة دول كالمغرب ودول شرق أسيا الفعاليات الختامية للملتقى شهدت إقبالا كبيرا على زيارة المعرض من عدد من أساتذة البحوث وكلية الزراعة بجامعة الوادي الجديد وأصحاب المصانع ووحدات التصنيع والفنيين بالتعاون مع الهيئة القومية لسلامة الغذاء